رونالدو أيضا بعد أن أنهى المؤتمر الصحفي ذهب إلى غرفة خلع الملابس ورحب به اللاعبون وليد عبدالله حارس مرمى نادي النصر السعودي تحدث معه باللغة العربية وآتوا بمترجم كي يترجم كلمات وليد عبدالله حارس النصر قال له أنت بين إخوانك أهلا وسهلا بيك هتساعدنا وانساعدك هنوقف في ظهرك وعلى الفور صفق جميع اللاعبين لعب نادي النصر كانت لديهم حالة كبيرة من الفرحة بهذه الكلمات الصادرة من حارس مرمى فريقهم الحارس السعودي وليد عبدالله تجاه رونالدو يعني وليد رأيناه يضع يده على كتف رونالدو ويتحدث معه بلهجة أخوية رونالدو أشر إلى أنه يرحب بتلك الكلمات وأنه لديه مشاعر قوية تجاه هؤلاء اللاعبين حالة من التصفيق والسعادة انتبت الجميع داخل غرف خلع الملابس رونالدو أيضا تحدث بشكل طريف وماذا حواليد عبدالله وقال له أنت تتصبب عرقا يعني أنت تتوتر بسبب الحديث مع رونالدو لا عليك وكانت الأجواء جميلة والضحكات من قبل رئيس نادي النصر حاضرة ومن قبل المدرب الفرنسي لنادي النصر أيضا موجودة اشتركوا في القناة